إنما هناك الحدود لما ربنا يقول تلك حدود الله لازم نقف من عجيب لما ترجع لسيدنا الدكتور عبد الحليم محمود رهدي الله عنه ورحمته الله علي لما راح بريطانيا فكان لي سؤال عظيم أوي السؤال ده كان مفاد لماذا الإسلام ينظر إلى المرأة بتخلف ورجعية ويمنع السلام على المرأة ليه الإسلام بيحرم السلام على المرأة ليه الكلام ده فكان نظرة الدكتور عبد الحليم محمود نظرة من داخل المجتمع البريطاني فقال لهم ألولي وأنا قادم إلى بلادكم أنه يمنع أن يلمس أحد ملكة بريطانيا ليه فقالولوا عشان دين ملكة الوحيدة اللي عندنا محدش ينفع ينمسها قال لهم هذا هو الفرق بينكم وبين الإسلام عندكم ملكة أما الإسلام فجعل كل مرأة ملكة ده الجمال الجمال الأعظم الإسلام محرمش أن المرأة تكلم الرجل إنما الكلام يا سيدي حضرتك الإعلام اللي احنا بنمارسه هناك إعلام هادف وإعلام يجلب طاعة الله ويجلب الثواب وإعلام آخر يجلب أشياء أخر إذن حتى الكلام بين الولد والبنت كلام إما في طاعة وإما في معصية إنما الحدود هي من حام حول الحمى يشق أن يقع فيه هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للصحابة خذوا نصف دينكم من عائشة مش كده ولا إيه هو هنا بننظر للمرأة ده المرأة أول مفتية في الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين عائشة مش كده ولا إيه؟ طيب لكن تعال بقى استوقفتني العبارة اللي حضرتك بدأت بيها أصلها أختي أنا عايز أعرف بس ممكن تقنعني حضرتك حضرتك مش المشاهد حضرتك إزاي هي أختي أنا عايز أفهم بس فاهمهاني بقى هيقولك دي أختي يعني إحنا إخوات عايز أفهمها إزاي يعني أنا عمري ما هفهمها غلط ولا هي هتفهمني غلط لا إزاي برضك عايز أفهم إزاي أنا عايز أفهم برضو طيب هو الأختي دي مش لقيها في الشرع ليه؟ هقول لحضرتك لما تلاقي في القرآن تلاقي حاجة عجيبة أو تلاقي ربنا دايما نتكلم والمؤمنون والمؤمنات وبعد كده تكلم إنما المؤمنون إخوة وبعد كده إنت فاكر عائشة دي تسمى أم مين؟ أم المؤمنين وأم المؤمنات أه لا أم المؤمنين بس عارف ليه؟ قالوا لو أم المؤمنين والمؤمنات كل أخوات كل أخوات يبقى ما فيش بيننا أنساب يبقى ما ينفعش أنا أتجوز أي واحدة في الدنيا ولا حضرتك تتجوز أي واحدة في الدنيا خد التفرقة هنا خلي بالك طيب تعالي أصلا مش هتفهمني غلط ولا أفهمها غلط أي شكرا